سيادة النائب ونحن نتحدث مع حضرتك نشاهد على الشاشة مباشرة تصاعد أعمدة دخان الكثيف في مناطق من شمال غزة التي ما زالت تشهد قصفا مكثفا في مناطق متفرقة عودة للتعامل السياسي سيادة النائب بتأكيد مواقف القوى والأطراف الإقليمية مما يحدث الآن ليست نمطا واحدا هناك تباين في طبيعة هذه المواقف مصر كيف تدرك هذا الأمر وكيف تريد التعامل معه؟ مصر طبعا تدرك الأمر تماما وتدرس المسافات بقوة لكن هذا ليس وقت عتاب أو تقييم أو تحريض على أحد هذا وقت أزمة كبيرة تحتاج إلى كل الجهود كل حسب قدراته وكل حسب إمكانياته وكل حسب موقفه السياسي لكن تظل مصر هي كما أوضحت من قبل موقفها الرسمي يعني يكاد يكون متطابق تماما مع موقفها الشعبي الناس تسعى إلى سلام إسرائيل لا نقبل إزاحة أو نزوح الفلسطينيين إلى سيناء ولن نبيع سيناء ولن كل ما ينشر في هذا الصدد هو هراء أو ما قاله السفير الإسرائيلي بأمريكا حتة أرض أو غير ذلك لا غير صحيح وذلك يعني لأن بالهدف الأول هو يعني مواة القضية الفلسطينية وهو أمر لا يكبله أي فلسطيني أو أي مصري أو أي عربي مصر يعني يعيش بين أبنائها حوالي 90 مليون ضيف عربي لم يشعر أحد بهم ولم يضيقهم أحد على مدى سنوات لكنهم ضيوف يأتون ويذهبون ويعودون ويغادرون أما فكرة التوطين وفكرة بعض الأوهام التي تتحدث عن بيع أراضي هذه الأراضي بالذات سيناء وغير سيناء دفع فيها دم كثير وفغير مقابل غير معروضة للبيع أساسا وأما الأمر الآخر فهي أن القضية الفلسطينية يعني لو هاجر هؤلاء سيعني موات القضية الفلسطينية وهو أمر لا تكبله مصر لأن مصر أيضا دفعت الدم في القضية الفلسطينية منذ حرب 840 نعم سيدة النائب ذكرت حضرتك الموقف الشعبي مما يحدث الآن ويكفي التطلع إلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لنرى كم الدعم المقدم للفلسطينيين كم الشعور بالألم لما يعيشونه الآن وأيضا كم المساندة والدعم للموقف الرسمي المصري مما يحدث الآن إلى أي مدى ترى في ذلك قوة إضافية للموقف الرسمي زي ما قلت لحضرتك الموقف الشعبي ووفقا استطلعات رأية حقية الموقف الشعبي أكيد مع فلسطين الموقف الشعبي حتى النسبة التي لا تؤيد خوفا على فلسطين لكن الموقف الشعبي متطابق مع الموقف الرسمي مصر تحافظ على حدودها مصر تدافع عن القضية الفلسطينية مصر تطرح حل الدولتين منذ زمان مصر تؤكد على الحل السياسي والحل مصر تدعم إنسانيا وتطلب فتح المعبر والتهديئة مصر تتواصل مع كل الدول بخطاب واضح وصريح كما رأينا أمس الرئيس السيسي في مؤتمره مع وزير الخارجية الأمريكية أو تصرحاته في الكلية الحربية كل ذلك يعبر عن الموقف الشعبي وكل ذلك يتطابق مع الموقف الشعبي ومصر أيضا ليست دولة تنادي بالحروب بل دائما تنادي بالسلام مصر من قادة السلام ولا أريد أن نبكي على اللبن المسكوب ولكن لو حضر الفلسطينيون اتفائيات كامبي ديفيد كنا أغنانا هذا الحضور عن أمور كثيرة لكن مصر تدافع عن القادرة الفلسطينية شعبيا ورسميا وهناك تطابق كبير بين الموقف الشعبي والرسمي